حقيقة العملية الانتخابية التي جرت قبل يومين لم تكن بالمستوى المطلوب كان يشبه الكثير من الشكوك الكثير من الأمور والأخطاء التي المسجلة لدينا ولدى الكيانات والتحالفات كان هناك تعمد في تعطيل بعض الأجهزة في تأخير دخول المراقبين إلى القاعات في طرد الكثير من المراقبين وعدم إعطائهم النتائج النهائية وقت احتساب الأصوات حقيقة هذا أمر نحن حذرنا منه كثيرا في البداية كان هناك بالنسبة للدائرة السابعة سيطرة لبعض الفصائل المسلحة على مناطق معينة وإجبار المواطنين بالتصويت لصالح مرشحة معينة حقيقة نحن حذرنا مرارا وتكرارا من هذا الأمر وكنا ندعو دائما الأمم المتحدة والرئاسة الوزراء والحكومة وكل الجهات المسؤولة عن مراقبة العملية الانتخابية بأخذ دورها الحقيقي لأنها انتخابات مبكرة وكان لابد أن تجري في أجواء أكثر نزاهة وأكثر شفافية واليوم ما حدث بعد يومين وحتى حذف للنتائج وإعلان ومحاولة ترضية بعض الأطراف يعني كل هذه عبارة عن يعني أنا أسميها مهزلة يعني أمام المواطن الذي حاول أن يدلي بصوته الذي حاول أن يشارك وحتى الذي يعني اختار عدم المشاركة يعني على أي أساس يتم حذف أصوات وإضافة أصوات وحذف النتائج بالكامل يعني نحن لا ندري حقيقة في أي حال هذا البلد وفي أي أمر سيكون عليه حقيقة نحن نعتبر أن هذه هي أجواء غير مريحة ربما تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها يعني ندعو كافة الكتل اليوم إلى والمراقبين اليوم ومن راقب العملية الانتخابية إلى أخذ دورهم وقول كلمتهم لأن البلد لم يعد يتحمل كل هذه المغامرات الغير مقبولة في ظل هذه الأجواء التي وصل إليها البلد من فساد ومن إحباطات ومن عدم ثقة هل تعرضت بعض الكيانات أو المراقبين للمضايقات إلى المراكز الانتخابية نعم بالفعل هذا مسجل وموجود كان هناك مضايقات كان هناك طرد لبعض الكيانات كان هناك تعمد في تأخير إدخال المراقبية الكيانات السياسية إلى داخل المحطات والمراكز كان هناك تعطيل للأجهزة خصوصا في الدائرة السابعة يعني كان هناك تعطيل كان هناك عدم تعاون من قبل الموظفين في الأشخاص الذين لم تظهر بصمتهم وكان ممكن أن يكون تخطي في هذه الحالة يعني حقيقة هي أجواء كانت غير مريحة كانت أجواء مسيسة بامتياز ولم تعبر عن طموح الشعب في الحصول على انتخابات نزيهة وانتخابات مبكرة لإصلاح العملية السياسية التي تعاني كثيرا في هذا الوقت بالذات المراقبين هل كانوا متواجدين أثناء العدوى الفرز حتى في أثناء العدوى الفرز كان هناك طرد للكثير من المراقبين وعدم إتاحة الفرصة لهم لمراقبة هذا الأمر الذي هو يعتبر أخطر أمر يجب أن يحضر فيه مراقبي الكيانات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة